الأستاذة أميرة سيدة أمو أحمد معذرة هي مريضة اكتئاب من عشرين سنة والاكتئاب كان بيجي لها نتيجة الخوف الشديد المفرط خايفة من الموت خايفة على عائلتها أسرتها حبيبها فبتاخد العلاج ده من عشرين سنة فهي بتقول في قول الله تعالى ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع فبتقول هنا الخوف ده يدخل ضمن اللي أنا في الحالة بتاعتي يعني هذا من ضمن الابتلاء بالخوف ده من ضمن الابتلاءات ونحسب أن الصورة المرضية أو الصورة القصوى من الخوف مما يندرك في هذه الآية الكريمة صحيح إن الخوف المقصود اللي بتعبر عنه الآية كنموذج من نمازج أو وسيلة من وسائل أو نوع من أنواع الابتلاءات اللي بيتعرض لها الإنسان في حياته هو الخوف المحتمل أما الصورة القصوى منه وهي مسألة إنه يبقى الخوف المرضي دي أقصى صورة منه صاحبة السؤال اللي حضرتك بتسألي عنها واللي حضرتك بتعاني منها فهو ابتلاء ما أنت في ابتلاء ما هو ابتلاء بمرض المرض اسمه مرض الخوف بنتقى عملك اكتئاب لإنك شايفك كل حاجة مقلقة وبتصير الريبة بالنسبالك والخوف وحطاك في ضغط نفسي شديد لازم طبعا أن أسير على العلاج وهي طبعا من ضمن أنواع الامتحانات اللي بيمتحن بيها الإنسان ومن ضمن الابتلاءات اللي بيبتلى بيها الإنسان فنأخذ بالأسباب اللي تعيننا على التداوي ولا نغفل الدعاء والأذكار والتحصينات يا ستة أميرة وطلب العلم لأن طلب العلم بيحل كتير من الإشكاليات والألغاز والأفكار السلبية المحشة بالنسبة اللي بتهيئها النفس أو بيهيئها الحالة النفسية اللي بيكون فيها الإنسان فبتصير المخاوف وبتبقى المخاوف دي ضاغطة جدا على الإنسان توصلوا إلى حد المرض فتصحيح ده عن طريق مجالس العلم فاحنا نسمع المجالس اللي هي تزيد القلب طمأننا وطمئنانا ألا بدكر الله تطمئن القلوب يقول لك ورد يومي من القرآن خذي قدر كده قرأيه كل يوم من القرآن مع العلاج بتاعك كل ده أخذهم بالسبب في طريق التشافي والتداوي ترجمة نانسي قنقر